الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها التطورات القضية الليبيا استعرض السيد الرئيس ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا لا سيما فيما يتعلق بتقويد التدخلات الأجنبية غير الشرعية في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل ومن جانبه أشهد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدقوبة رمية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية وأكد أهمية العمل على العودة إلى المصاري السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية وده بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص كما تم تناول سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك اللي بتجمع البلدين على مختلف الأصعدة سواء على الصعيد السنائي أو في إطار ألية التعاون السلاسي بين كل من مصر وأبرس واليونان وتم التوافق على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط وإن المنتدى غاز شرق المتوسط بيمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار واللي من شأنه يفتح أفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز الحقيقة هو التعاون مستمر ما بين الدول الثلاثة مصر وأبرس واليونان علاقات ضربة في الجزور من أكثر من 300 سنة قدل الميلاد وبيجمعهم منتدى غاز شرق المتوسط الزيارات متبادلة من أول 2014 لحد سنة دي أو لحد 2019 في قمة سلاسية سبتة كل سنة بتجمع رؤساء الدول الثلاثة للتبحث بشأن القضايا العليقة والتي تجمع الدول الثلاثة ومنتدى غاز شرق المتوسط لهذه الهيئة اللي تم مقرها في القاهرة وانطلقت في 2019 لتسهيل الأمور على الدول المنتجة للغاز والمستهلكة للغاز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والحقيقة أنه الشهر اللي فات كان فيه زيارة لوزير خارجية اليوناني لمصر بشأن إعادة المفاوضات أو فتح الملف المفاوضات مرة أخرى لترسيم الحدود البحرية فيها المنطقة الاقتصادية للبلدين واللي من شأنه إن شاء الله أنه يقطع طرق على قراصنة البحر الأبيض المتوسط وأي دولة بتفكر أن هي تنقب عن الغاز في شرق المتوسط هيكون من المستحيل ترجمة نانسي قنقر